فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزيتية اللصق يعني مش بتحتاجي لأي مواد لصقة عشان تثبتيه على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام وهو بيجي مكون من 3 ادراج ودرج كبير من فوق تقدر ان انت تنظم فيه مختلف ادوات الحمام زي فوة الحمام والشامبوهات والكريمات او المنازيل وطبعا هو بيكون زود بعجلات بحيث انك تقدر يتحركي بكل سهولة في ارضية الحمام هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الفوطة او المنزيل اللي بيساعدنا على تنظيف مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا معانا الغطة او الواقي الخاص باجباس الكهربا تقدر ان انت تسبتيه بكل سهولة على اجباس الكهربا في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهربا دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده هنشوف معانا اداة تنظيف جميلة ومتميزة جدا من الادوات اللي بتخسل لنا الارضيات هي طبعا سعرها بيبقى غالي شوية ولكن بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها في بيتك المكنسة دي بيبقى عندها كدرة انها تتعرف على نوع الاوساخ اللي موجودة على الارضيات وكمان عندها ميزة التنظيف الزياتي العميق من خلال ضغطة زر واحدة وطبعا طريقة استخدامها سهلة جدا وعملية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها اداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة تقطعي من خلالها الكوسة او الجذر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزيها طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزيها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الميكب وتقدري كمان ان انت تنظامي بيه العثور او الكريمات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدري ان انت تنظامي بيه مختلف الاكسسوارات اللي عندك حجمه بيكون كبير وتقدري ان انت تنظامي بيه كمية كبيرة من مختلف اللوازم الشخصية اللي بتبقى موجودة عندك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بييجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظامي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت تستخدميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحذية بتاعت الحمام وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظم عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشمبوهات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدريه من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة هيلة جدا من منظمات التلاجة اللي بتيجي باحجام واشكال مختلفة وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع المأكلات اللي بتبقى موجودة عندك سواء خضرة او فاكهة او بواي اكل واهم ميزة في المنظمات دي انها بتساعدك على توفير المساحة عندك جوة التلاجة وانها يتخليلك شكل التلاجة منظم جدا ومرتب هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفاكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتقصرش بالمية بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوفي معايا من خلال الفيديو ده بعض الطرق اللي تقدري من خلالها تستفيدي من الفوطة دي بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي تقدري من خلالها تشيلي كل الوفر والشعر من على الهدوم او الملايات او السجاد وطبعا تقدر ان انت تنظفي بيها الستاير او الكنب وتقدر ان انت تنظفي الاداة دي بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وجير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري أن انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر أني انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر